موسيقى نخموا ناخدوا بعض الأرقام ونخموا في هالمسعد الاجتماعي اللي هو المدرسة التونسية علش متعطل وشنو اللي يزموا باش يطلح ساخن فسروا علش برشا بالناس يمكن تسالوا شنية العلاقة بين المسعد الاجتماعي والمدرسة التونسية في الحقيقة هو أنه المنظومة الاجتماعية متاعنا في الدولة الدولة الوطنية ودولة الاستقلال تبنات على أنه واحد من أدوار الدولة هو المساواة في الفرص بين الناس الكل وهذا مربوط بمسألة الارتقاء الاجتماعي اللي هو مربوط بالمدرسة كانت أنه في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات تقرأ تنجح توصل تضمن ناحياتك تضمن مستقبلة هذية تغير البرشة أسباب واحد منها هي أنه الوظيفة العمومية ما عادش قادرة أنها تستوعب الناس اللي يخرجوا من المنظومة التعليمية الكل وهذا يدجا حجم البرسبسيون الغالطة كانت عنها للمصعد الاجتماعي هو أنه الدراسة يساوي وظيفة عمومية هذية أصبح من التسعينات وأواخر التسعينات مسألة شبه مستحيلة أنه معنتها الوتوماتيزم هذية أنك تاخذش هذا تدخل تخدم في الوظيفة العمومية الشيء اللي ما كانش في الستينات وسبعينات وثمانينات هذا جانب ولكن راهوا المسئلة التساوي في الفرص هي أنه كالكو سواء لنيفو السوسيال اللي أنت تولدت فيه وإلا الجيهة اللي تولدت فيها يلزم نهارة لتدخل للمدرسة الدولة السنجاج باش أنه ولد الفقير ولد الغنيه ولد جياد داخلية ولد العاصمة ولد الجنوب ولد الشمال عندهم نفس الحظوظ باش ينجحوا في حياتهم كالكو سواء المليون اللي هما تولدوا فيها هذا دور الدولة وهذا العدالة بما هي إنصاف بما هي هذا هو دور الدولة وهنا يجي دور التعليم ودور المدرسة اللي هي تعطيك لزوتي نساسار باش أنت تواجه الحياة تلقى خدمة تعمل مشروعك تعمل برنامجك تعمل باركور دوفي متاعك هذا كله أنت محتاج فيه لأدوات اللي من المفروض أنه المدرسة التنسية التي تعطيها لك والتصور البرجيبي متاع الدولة الوطنية كان قايم على الرؤية هذه بيصور هذا ما ينجح إلا ما يكون التعليم ذي جودة باش أنت نهارة اللي تخرج من منظومة التعليمية للحياة الحقيقية يكون عندك اللارسونال يكون عندك الأدوات اللي زوتي باش إنك تخلق حياتك وجودة التعليم هي جزء من هذا للاسف اليوم فما حاجتين يوم مربطين بالمدرسة ومربطين بالمساواة في الفرص وبالمصعد الاجتماعي اللي يلزم ناقفه عندهم أنا مش نعطيك زوز أرقام حسن الرقم اللولاني هو مسئلة نرجعت للتصريح وزير التربية السابق سي فتحي سلاوتي عام ناول في سبتمبر اللي يقول فيه 71% متلامذة لعداو السيزيام شد الرقم 71% متلامذة لعداو السيزيام عام ناول ما جابوش معدل ما جابو أقل من 10 في الحساب 71% إذا نعرفوا أحنا إنه السيزيام ما عاديوش تلامذة متعنيفوه ذاك كل فما 25% اللي عندهم طموح باش يدخلوا للبيلوت للنموذج اللي هما 25% هذوكم نظريا بما أنهم طمعين باش يمشي للبيلوت هما أحسن من 75% الأخرين دونك إذا أنت ربع الأحسن من 3 أربعة الأخرين فيه كان فيه 71% ما يجيبوش معدل في الحساب وهنا مناش نحكيه على حسابات متاع كالكول كانتيك لا لا نحكيه مستوى سادسة ابتدائي بعد سادسة أساسي 71% ما يجيبوش معدل تلقى 45% ما يجيبوش معدل في مادة العربية تلقى 43% ما يجيبوش معدل في الفرنسوية تقريبا نشطر ما عندوش معدل ربعوش نحكيه على أنه ما جابش هكالكنز دومويان باش يدخل للبيلوت لا 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 ما جابش عشرة على عشرة هذا سؤال ساعة الأرقام متفتين هي تخوف ومفزع ولكراه من نجموش صلح ونحن نسمع برش كلم على صلح منظوم التعليم منذ قريب عشرين ولا ثلاثين سنة السؤال هو شنو اللي يخلي تلميذ بعد ستة سنين في الابتدائي ما يعرفش يكتب لا بالعربي لا بالسوري وشوف اللي تيمونياج بتاع اليزان سينيان يقول لكراه أنا سنة أولى كولاجي يجي ونيتلام ذا ما يعرفش الألفابي لا بالعربي لا بالسوري وما يعرفش يحسب بعد ستة سنين من الابتدائي سنين قبل ما نبدأ ونعمل أي إصلاح يلزم جابه على السؤال هذي علاش بيصور فما برش أجوبة أحنا نحل ولي حل الوليد تجز ولي كذا ولي قول لك مستوى المعالمين ولي قول لك الإمكانيات ولي قول لك الوضعية هذي كله كلام أحنا محتاجين اليوم لدراسة علمية اللي هي تعطينا إجابة حقيقية بش نجمو صلحه سنو من نجموش نصلحه إذا أحنا معناش إجابة علاش تلميذ بعد ما يمشي ستة سنين يقرأ يخرج لا يعرف لا يحسب لا يكتب لا يقرأ معناتها حاجة وللأسف المشكل إنه أحنا تأقلمنا مع ذلك مثلا مش بتاع سنة وعمناول لا عندها تقريبا عشرة ولا خمسة سنة الوضعية هذي قاعدين نلاحظوا فيها دونك ديجا نجاوبوا على سؤال هذي يلزم نجاوبوا على سؤال هذي جزء حاجة ثانية أحسن الرقم الثاني هو كنشوفوا نتائج البكالوريا سنة وعمناول وعشرة سنين فاتوا وخمسطاش وعشرين سنين التالي بين جهات بين الجهة اللي تجي لولانية وتجيب خمسين وستين بالمئة نسبة نجاح والجهة اللي تجي الخلقية عشرين بالمئة زيدة سنة با اكسبتابل في بلاد اللي هي تحكي على المصعد اجتماعي انو لديكالاج يكون هكي انو والله يكن جاي ديكالاج نتعسى عنك 10% 15% 20% لا نتحدث في بلاد اللي هي تحب تصلح التفاوى تجي ولي هي تحب تبني تنمية للجميع سي كستير أمبرطان الزوز أسهل هذوما في تقديري هذيك كله تفاصيل حتى البرامج رغم من نجم ونبنيوها والمنظومة الكل من نجم ونبنيوها إلا ما نجاوبوا على زوز أسهل هذوما عليش في 6 سنين لولينين التلميذ بعد 6 سنين يقرأ ما نجيبش معدل في مادة الحساب ولا مادة العربية والفراسوية وعليش سو ديكالاج اللي هو عنده 10 سنين للأسف لليوم ما نجم منش نصلحه إذا نجاوبوا على الأسئلة هذوما نجمو نعملو الإصلاح اللي يلزم ونصلحوا المنظومة بتاعنا عديك ألف صحة على خطر بغافو 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 من القلب ألف شكر لك لأنك هذي هو لودباء اللي يلزم يكون أكذك عليش أنا هابش نعتيك حويجة ختمت عليها عندي سنوات لأنه أنا حتى كيفك ولد المدرسة التونسية موضوع عليش عملت مشاكل مع الوزراء الكل من كيفما برشم الناس بأنه المدرسة العمومية هي تكون القاترة وهي اللي لو أصلحناها لصالح المجتمع من الحاجات اللي نرجع للزعيم لحبيب بورقيبة الأب المؤسس للجمهورية التونسية يقول يقول أنا أكثر في واحدة من اللي تعرف قبل كان يحكينا برشا في توجيهات الزعيم وكستغام يقول أنا أكثر مش هدي يفرحني كيف نشوف كيف نشوفه ساعات كيف نبدأ متعدي بالكاربة نشوف ولدات صغار ولاد وبنات ماشيين مروحين من القرية يضحكوا يلعبوا وتبسيموا على وجوههم المشهد هذي يعز علي برش الولدات والبنيات هذوكم هما تونس هما تونس يعاود نحنا ماشيين وهما تونس ممكن البلاد ما زالنا قصها برش حاجات أما بالعلم وتنوير العقول كل شي يجيب تبيعته هذا كلام قالوا لحبيب بورجيبة في عام 1960 وحنا اليوم في عام 2023 لسيتو جوغ دكتواليتي موسيقى